يا أحمد من سنين طويلة يعني كل التفاعل بوجود لويسن ريكي في بعض الناس تفاعلت بخروج نمار وميسي وقالت إنه التوازن والهدوء داخل قط اللبسة هيرجع مرة تانية لكن يعني أنا مش شايف مقدمات باريس سان جرمان أعتقد بعد طبعا رحيل نمار وميسي في مرحلة انتقالية كده يعني لويسن ريكي عايز يعمل جيل كده مختلف ما بين الشباب وبين الخبرة والخبرة عنده طبعا مبابيه مصيره ما تحسامش كل سيزون أو كل فترة انتقالية انت بتقول إن بابيه ماشي فأنت مش عارف خلص انت حاسنه هيمشي فأنت مش عارف تعتمد عليه أو ما تعتمدش عليه ده معظم مهم جدا لكن أي فريق قوي بيمشي منه نجوم كبيرة جدا بيحتاج وقت عشان يحافظ أو يرجع تاني بالهبة بتاعته بالأداء بتاعته القوي لويسن ريكي مدرب كويس معادة الأهلي الأهلي طبعا دايما شخصية البطل البطل موجودة معادة إمان يعني كل الأندال كبيرة صحيح يعني البارسة لسه كل بكلمة عن اليونايتد اليونايتد كان مسيطر على الكرة في انجلترا وعلى أوروبا بالضبط البرسة من بعده فترة طويلة جدا غير مدربين أرسن في فترة بتاعت أرسن فينجر برضو كان لكن يروح وما بيرجعش أو بيرجع بصعوبة بعد سنين طويلة وعشان كده الريال مدريد بالرغم أنه ما جابش انتتابات كبيرة لكن محافظ برضو على نفس القوام الأساسي ومحافظ على أهم ورقة موجودة في ريال مدريد هو أنشيلوتي ما زلت بقول أن أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم مد ريال مدريد قوة كبيرة جدا بيمشي للعيبة بس واضح كده أن فيه توجه مختلف شوية يعني قصة الجالاكتكوس وقعد يقول لك لا المدرسة دي انتهت في قدارة ريال مدريد وأنه هو يجيب النجوم الكبيرة كلام من